أول مرة قالك بحبك رد في حالك أنا عامل إزاي؟ اخضريت وحمريت وتبليت وكل الحاجات اتكسفت جداً طبعاً لأنه ده مصطفى يعني إزاي الكلام ده؟ ده مصطفى مصطفى؟ صديقي أيوة مصطفى يعني فإزاي الكلام ده؟ لأ، اتكسفت جداً فاجأت بيها ما كانش ليها تمهيد؟ آه، خالص بس حبيتي المفاجأة أكيد طبعاً، هو زاكي هو بيعرف يختار التوقيتات الصحة وأنتي كنتي أسكى لما ردتي هولو ولا ردتي هولو إزاي؟ أنا تجوزته ده الرد إيه تاني أعمل إيه تاني؟ عايز يكتر من كده أيوة في فرحك إيه أكتر حاجة كنتي مفتقدها؟ أمي طبعاً يالله يرحمها فأنا مفتقدها على طول يعني مش في فرحي بس فأي لحظة فأي لحظة في حياتي مفتقدها استخدمتي تعبير واحد في جملتين عدوا من أول الحلقة قلتي لما مشيت ومرة تانية قلت لي لما مشيت بترفودي تقولي المصطلح التاني آه عشان هي مشيت يعني وأنا مش يعني ما عنديش استعاب قوي للفكرة عندي إيمان بربنا ورادية بقضاءه بس طول الوقت ما ببقاش عايز أركز إن ده حصل بجد عشان أفضل وقفة ومعاك واشتغل وعيش لأنه لما بستوعب بروح في حتة تانية مش حلوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر